إذن بهذا الفيديو خلينا نبدأ نتعرف على ملث الستارت أب كلاس ستارت أب طبعا هذا الكلاس جدا مهم وراح تشوف أنه أنت ترجع له في كثير من الأمور فهذا الكلاس مثل ما تلاحظه أنه هو يبدأ يشتغل عندنا أو يتم عملية عمل إمبليمنت هنا إلى بشكل مباشر داخل الكون فيجر ويبخز ديفولت من خلال استخدام ما يسمى عندنا في اليوز ستارت أب فقط أنه نقوم بامرار إلى هذا الكلاس اللي هو الستارت أب وهو رح يقوم في عملية تشغيله بشكل مباشر الآن نذهب هنا على الكلاس ستارت أب ونشوفنا هذا الكلاس بالجزء الرئيسي من وين رح يبدو يتكون وشين الأمور المستقبلية يمكن ناخذها بنظر للاحتبار حتى نقول مثلا إذا ردنا أنه نعمل فت شيء معين أو نضيف فت شيء معين إذن إحنا رح نذهب هنا بشكل مباشر ونقوم بإضافة هذه الأمور خلينا نفتح هذا الكلاس ونقوم بعمل كولابس لكل الأمور هذه لأضغط على كترة الأم كترة الأو أوكي الآن نأتي مع النامس بيس شوفونا النامس بيس المستخدمة عندك عندك isp.net builder isp.net hosting أيضا عندك extension مستخدمة عندك configuration إذن هنا إذن هنا راح تلاحظ أنه هذا الكلاس معني في الحقن أو مفهوم الحقن سابقا إذا يعني سابقا إذا ما مضطرق له راح تفهمه وعمليته جدا بسيطة هنا يعني كل شيء راح يكون عندك جاهز مجرد أنه أنت تقوم بعمل الحقن للإنترفيس الخاصة فيك أو للكلاسات أو الخدمات الخاصة فيك هنا بشكل مباشر بطريقة جدا بسيطة توفرها إليك isp.net core هنا عن طريق name space extension dependency injection أيضا عندك hosting على extension نفسها هذه هي name space المستخدمة عندنا حاليا في هذا الكلاس طبعا هذا الكلاس راح يحتوي لك على وظيفتين رئيسيتين الوظيفة الأولى مثل ما تلاحظه اللي هي configure services والوظيفة الثانية اللي هي configure راح نشوفه أنه يحتوي على مشيد فئة هذا المشيد الفئة يستقبل i configuration طبعا ال i configuration يمكن أنه منطرق لانتسابقا هذا معني في الإعدادات وما إلى ذلك هنا هذا ال i configuration مجرد أنه طبعا عامل لحقن بشكل مباشر حقن عن طريق مشيد الفئة يعني قام بتعريفه هنا هذا مثل ما تلاحظه get ثم على ذلك عمل له عمل له حقن بشكل مباشر مثل ما تلاحظه الآن عامل له حقن بشكل مباشر هذا هو configuration وهنا عملية الحقن أوكي طيب الوظيفة الثانية اللي هي المعنية في إضافة الخدمات اللي هي services والسيرفيسيس والسيرفيسيس هنا نحن منقول السيرفيسيس اللي منقول خدمات هي نقصد فيها الكلاسات طبعا هذه الوظيفة اللي هي الconfigure services هذه الوظيفة طبعا هي معنية في عملية إضافة الخدمات واللي نعني بها الآن مثلا عملية الحقن حقن الكلاسات الخاصة فينا مثل ما قلنا يمكن أن تكون هذه الأمور مبدئيا إليك تقول شنو معنى حقن شنو معنى ما في أي مشكلة إحنا طبعا أثناء عملنا رح شوف أنه إحنا نحتاجها يعني تضح في مشكلة تصل إلى مشكلة أنه تقول كيف رح أبدأ أحقن هذا الكلاس أو حتى أبدأ أستخدمه بطبيعة الحال فرح ترجع هنا بشكل مباشر على هذه الوظيفة configure services ثم على ذلك رح تقوم في عملية الإضافة هنا بشكل مباشر هذه هي services أوكي يعني مثلا الآن مثل ما تلاحظ انفعل وضيف خدمات الخاصة في إضافة صفحات الريزور لو مثلا تقول هنا عندك services هتشوف الخدمات الخاصة فيها رح تشوف أنه عندك مجموعة من العمليات الإضافة كلها عمليات إضافة عمليات إضافة على الخدمات منهم هذه مثلا اللي تستخدم عندنا اللي هي مثلا عندك singleton singleton هو يقوم في إضافة الخدمات أو يقوم في حقنها باستخدام نمط singleton أوكي الاستنساخ الأحادي أوكي طبعا هذه في حينها رح تشوف أنه إحنا نحتاجها ونرجع إليها مثل ما تلاحظ هذا التعليق اللي يجي عندك بشكل افتراضي ده يأشر يقولك أنه هذه الوظيفة تشتغل باي ذرون تايم يعني أول ما يشتغل عندك الابليكيشن مفروض أنه هي تشتغل في حال إذا ما اشتغلت هذه الوظيفة ما رح تبدأ تستخدم كل الأوامر اللي أنت حاقنها أو مداخلها هنا داخلها أوكي الوظيفة الثانية هي معنية في تفعيل بعض الأمور وإدارة بعض الأمور العامة في تطبيقك في هذا التطبيق في هذا الابليكيشن لذلك رح تتلاحظ أن هذه الكونفيجر رح تبدأ تستقبل عندك أو تبدأ تستخدم I-Application Builder اللي هو الابليكيشن الخاص فيك أو بانئ البرنامج أو بانئ الابليكيشن I-Application Builder أوكي انترفيس من I-Application Builder والثاني اللي هو يمثلك البيئة اللي هو الـ 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 البيئة العمل الخاصة فيك أوكي طبعاً الآن مثل ما تلاحظ إحنا رح نبدأ نستخدم هذه المتغيرات الأول اللي هو الـ الـ رح تشوف أنه معني في تفعيل بعض الأمور والـ هو للتحقق من بعض الأمور أوكي طيب رح تشوف إن أنا بشكل مباشر بادي متحقق قال إنه الـ البيئة اللي أنت تشتغل عليها هل هي بيئة تطوير أو هل هي عملية إنتاج طبعاً ها تختلف إحنا ذا في حالة تطوير المفروض مثلاً الإكسابشن الأخطاء تبدأ تنعرض عندك لكن إنت ذا أطلقت الـ يعني أنت مو في حالة تطوير إذن هنا أنا أشوف هنا عندك condition شرط يقولك if environment إذا كان هذا الـ environment في حالة تطوير إذن رح أبدي أستخدم مثل ما تلاحظ add application مالتك رح يبدي يستخدم use developer exception page بدي يستخدم الصفحة الخاصة في الـ exception الخاصة في المطور في المطور أوكي وإلا في حال إنه أنت قمت في عملية الإطلاق رح يبدي يعرف طبعاً عن طريق الـ web host environment إنه إحنا في حالة إطلاق أو في حالة تطوير فهنا أنا أبدي يستخدم لي صفحة موجودة عندي في الـ page اسمها error فأبدي يستخدم exception handler للصفحة error أوكي هذه الصفحة مثل ما تلاحظها في الانترنت مثلاً إنه خطأ معين أو صفحة مثلاً غير موجودة وما إلى ذلك يحدث يعني خطأ في الصفحة فشنو اللي رح تبدي تعرضها للمستخدم هل رح تبدي تعرض له exception وهذا طبعاً خطأ لا تبدي أنه تعرض له أنت صفحة تشير إلى الخطأ ربما تبدي ترسل إلى الخطأ أو ربما أنه صفحة ثابتة تحتوي لك على هذا الخطأ أوكي اللي بعدها رح تشوف أنه فتشيء يؤشر على ما يسمى عندنا HSTS طبعاً هذا الـ HSTS هو لتفعيل ما يسمى عندنا في المادلوير اللي هو في الأساس يبدأ يدير لك الطلبات الـ HTTP طلبات الـ HTTP والـ pipeline الخاص فيها رح يكون عندنا شرح أكامل عن المادلوير طبعاً هنا لكن مبدئياً هي مفاعلة يعني هنا مستخدمة عندك ما يسمى عندك في USHSTS أوكي طيب بعد ذلك عندنا تفعيل لبعض الأمور لاحظ تفعيل لبعض الأمور مثلاً احنا نبدأ نستخدم ما يسمى عندنا في الـ HTTPS Redirection أوكي عادة التوجيه باستخدام الـ HTTPS هنا استخدام الملفات الثابتة بالفعل أنا أريد أنه استخدم الملفات الثابتة لاحظ كنا هنا عمليات تفعيل لبعض الأمور إدارة الـ Application ما تكيب الشكل العام أنا عدي ملفات ثابتة عدي ملفات CSS عدي ملفات JavaScript إذ لم تقم في عملية تفعيلها من هنا يعني إذا ما قلت له أنه Use static files ما رح يبدأ يستخدم لك CSS و JavaScript هذه كملفات ثابتة ضمن الـ Application هنا لازم تفعلها تقلأ Use static files بعد ذلك أنه يبدأ يستخدم الرouting الرouting هو بكل بساطة يبدأ يدير لك عنوان الـ URL عنوان الـ URL اللي أنت مثلا www.google.com يؤشر إلى الصفحة مثلا أو يؤشر إلى الـ ID وما إلى ذلك فهو هذا معني ورح نشوف أنه إحنا رح نبدأ نرجع إلى هذه الصفحة ونقوم في عادة تنظيم الرouting هذا يمكن تقوم بتغيير الرouting بالشيء اللي أنت تريده يمكن تعرض الـ URL عن طريق مثلا اسم الصفحة أو عن طريق الـ ID أو عن طريق الـ controller إذا اشتغلنا في نمط MVC وما إلى ذلك فرح ترجع هنا تقوم في عملية التغيير على الرouting إذن الرouting هي معنية في الأمور الخاصة في النقاط البداية اللي هي الخاصة في الـ URL وما إلى ذلك هنا عدنا استخدام الـ authorization طبعا إحنا قمنا بتفعيله بدرجة رئيسية وأيضا عندك هنا الانتهاء مع نقطة الـ endpoints نقطة النهاية شون راح تكون عندك هذه أيضا يمكن نرجع عليها مرتبطة طبعا بالـ routing ونقوم في عملية تغييرها حتى نقوم في أيضا تغيير الـ URL هذه نقطة الـ endpoints بالدرجة الرئيسية أيضا هي الآن مفاعل عندك طبعا يمكن بعض الأمور هذه غير مفهولة لك لكن بالدرجة الرئيسية راح نبدأ نرجع لها راح شوف ونقوم في عملية تغييرها في بالأمور اللي إحنا راح نبدأ نحتاجها إذن هذه الوظيفتين اللي هي الـ configure services اللي تقوم في عملية حقن أو أضافة الخدمات السيرفيسيز وأيضا بالنسبة للـ configure اللي يقوم في في التحقق مبدئيا في ماذا كنا في حالة التطوير أو في حالة الإنتاج أوكي فإذا كنا في حالة التطوير يقوم بعرض الـ exception صفحة الـ exception للمطور وإلا أنه يقوم بعرض صفحة مخصصة وما على ذلك يمكن تستخدم exception خاصة ما في الـ MVC وفي الـ MVC وما الأمور طبعا هذا الملف الـ App لو مثلا تقوم في فقط بهذا الشكل يلا هنا عندك App ثم على ذلك . راح نشوف كل عمليات أكثرية يعني عمليات using using use endpoint using authentication use course وما لذلك كلها أكثر هي عن عمليات using وعمليات تفعيل لاحظ كلها use عمليات تفعيل لبعض الأمور مثلا تفعيل تفعيل على بعض الخدمات استخدام الـ Default Fires كلها عمليات using كلها عمليات تفعيل على بعض الخدمات الخاصة في الـ Application ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر